من أحكام الصيام سين سمعت من الإمام بأن الشيطان غير موجود في شهر رمضان إذا كان كلامه صحيحا فلماذا يصعب على المسلمين ترك المعاصي في شهر رمضان؟ جيم أولا القول بأن الشيطان غير موجود في رمضان غير صحيح والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تسلسل وتقيد في رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين ثانيا قال القرطبي فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين أي سلسلة لم يقع ذلك فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعية آدابه أو أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما جاء في بعض الروايات أو أن المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر